لو احنا اتكلمنا على العامل الوغراسي او الجينات ما اصلا فيه ستات كده يقولك ايه ده هي كده لان هي جيناتها كده بالزبط كده ما هي اصلاها زي خالتها وزي عمتها يعني احنا برضو انا عايز دول يعني هو دايما بيسترشده باحد افراد الاسرة فهل ده برضو ليه علاقة بهذا الاكتئاب الاكتئاب ما بعد الولادة مالوش جين معين ولكن هو بصفة عامة الاكتئاب وارد ان هو يكون له هو اساسا له علاقة بالنشأة والتربية والجو المحيط بالانسان او بهذه السيدة ولكن العامل الوراثي مهم جدا في الاكتئاب في بعض الناس بتلاقي عندهم في الاسر اكتئاب قد يكون فيه عامل وراثي واضح في هذه الاسرة لكن بنتغلب على هذا بحاجات كثيرة جدا يمكن اما نيجي بمرحلة العلاج طب الطفل بتأثر يا دكتور؟ لا الحمد لله الطفل قد يتأثر بعصبية الام اثناء الحمل لو هي عصبية او بعد الولادة لو سمعها او ابتدأ يكبر شوية بيحس بيها على طول بتسرخ بتزع فهيبقى النشأة بتاعته في جو فيه عصبية لكن الحمد لله مش هيتأثر يعني فيه ناس بعض الناس وبعض الاقويل قالوا ان تركيبة اللبن بتاع الام نفسه قد تتغير شوية نتيجة هذا اللي كتاب او هذه العصبية مش بس مش مجرد الاكتئاب يعني بتوصل للطفل بشكل او باخر باخر انه ممكن يتأثر بالسلب فيه احيان كثيرة لما يكون فيه تغير فيه تركيبة المكونات اللبن نفسها نتيجة هذه العصبية الشديدة طيب بدم ذكرنا هنا اللبن يعني احنا نتكلم على الرضاعة هو الرضاعة لو هي كملت في الرضاعة الطبيعية زي ما هي المفروض تعمل كل ام يعني هل ده بيقلل شوية من اعراض الاكتئاب دي؟ الغالبية العظمة من الستات بتتحسن العلاقة مع الطفل نتيجة هذه الرضاعة بيبقى الروابط بينهم اكثر ولكن على النقيد من هذا في رأي اخر كمان بيذكر ان في بعض الحالات نتيجة الترهلات اللي بتحدث في السادي نتيجة الرضاعة الطبيعية هي طبعا لازم كل استات تعرف ان دي حاجة طبيعية انها تحصل كمان انها وقاية من اورام الثادي انها تردع الطفل رضاعة طبيعية لكن الترهل اللي بيحدث في السادي انه يفقد شكله اللي كان عليه قبل حدوث الحمل ويبقى مترهل شوية دي بتدخلها او بتساعد على انها تخش في الاكتئاب لو كان عندها ميول او استعداد لان يحدث هذا الاكتئاب بس يعني هو المفروض القصة ده بتاع الترهل السادي دي بقى فترة الرضاعة بس فترة الرضاعة لكن ما بترجعش مية في المية زي ما كان قبل الرضاعة الا لو هي عملت بعض الاجراءات او رياضة او يعني في حاجات بترجع حاجات نسبيا نسبيا بنسبة كبيرة يعني بتزبط 80-90% يرجع للشكل الطبيعي لكن مش ممكن يكون مية في المية زي قبلية الا بتدخلات معينة او حاجات لكن هي في البيت لوحدها كده مش هتعرف تعملها لوحدها